ترجمة نانسي قنقر او غريب التونس ميبركتش بشويه انفتني احتجاجات الوزراء في حد ذاتهم ميش ميش يخدموا كي تدخل ديجاء انت تخلي الوزراء يخدموا تبعث تعزيزات انتائك للوزراء والولايات ومقارات السيادة بش يخدموا وتحل الطرقات ديجاء ميش حتى فرصة باش ان نحاربوا الارهاب الا انو بعض المديرين كي سألتهم قالت احنا رأوا على اثر اجتماع تقني معناه لمجلس الامن على مستوى الوزارة تقرر استعمال الرش وقت لي معناها كثر الضغط على الولاية وهموا باقتحام الولاية فاستعملوا الرش لانه كانوش يظنوا انه بش يعمل خسائر لتفادي ما وقع في الثورة معنا في احداث الثورة باستعمال الكرتوش معناها الحي هما حبوا يتلفوا استعمال الذخيرة الحية معناها الكرتوش بالمعنى فلتجوا الى الرش اساسا معناها ما وقت لي تضرب في الفول معناها ما تنجمش معناها ما تنجمش تليميتي لدقاء وما تنجمش تتحكم في النتائج فهمتني المواجهة يقررها الميداني المواجهة كيفية المواجهة حسب الظروف يقررها الميدانيين فهمتني يعني الضباط اللي اللي خذوا على عطقهم القيادة لمواجهة ذلك الخطر فهمتني هما المسؤولين على استعمال السلاح واستعمال الطريقة الفنية لكن التعزيزات مسؤول عليها المدير العام الأمن الوطني والمدير العام الأمن العمومي يبدوا مع بعضهم حذيرة من القاسريين حذيرة من معناها كيفاش باش الحذائر تمشي البلاد محاسرة أو فيها شغب هذلك يحركهم شي اسمه يحركهم المدير العام الأمن الوطني ومدير العام الأمن العمومي ومدير العام هو واحد التدخل يعني هم تابعين واحد التدخل يعني هو في راسه معناها الخارطة من طاعة الأفواج من طاعة القزارات اللي موجودة داخل داخل البلاد لكن الخطة للقائد الميداني استعمال الأسلحة للقائد الميداني أنا وقتلي غذية الوزارة أول المنشير اللي مش منشوره مش ثمينه مش اللي فأنا والمدرأ العامين أنه منع استعمال الرش إلا لقنص الكلاب السائدة الخطر الرش مش من المعدات المستعملة لمواجهة فهمتني دونك صعيب برشة فهمتني خطر شوف عنا شكول مسؤولة على المعدات وعنا المعدات الموجودة فهمتني وعنا القانون انت على المواجهة فهمتني تستعمل الكرتوش الحي في حالة الدفاع في الأخر بعد ما تستعمل المياه والبوق فهمتني والضرب في الأرجل أما بالكرتوش الحي الرش بعمره مكان وسيل للمواجهة فهمتني معناها المتجمهرين ومعناها جميع الرش ليس سلاح يستعمل أو ذخيرة تستعمل فهمتني في الحالات هاي مستحيل لكن بعض نحن استعمل في الجنوب الرش وميت واحد ديجا في 2015 أشكالية مش في الأشخاص أشكالية إن المعدات كانت مفقودة معنىش معدات